كتب في الاقتصاد أهلا بكم المستهل دائما بجريدة الاقتصادية الأولى التي عنونت في صدر صفحتها الرئيسية المساس بالاقتصاد الوطني جريمة تقتضي أقصى العقوبات وفي الصفحة الثالثة كتبت أن مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية قرر تأجيل مناقشة قانون المالية للسنة القادمة 2023 إلى غاية عقاد مجلس وزاري خاص الأسبوع المقبل واعتبر المجلس أن المساس بالاقتصاد الوطني ومخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال ليست جنحا فقط بل هي جرائم تقتضي تسليط أقصى العقوبات على مرتكبها وننتقل إلى السياحة ففي الطبعة الواحدة والعشرين للصالون الدولي للسياحة والأصفر أجمع الحاضرون على أن فيروس كورونا قلب الموازين وأعاد السياحة الداخلية للواجهة حيث أكد المدير العام لوكالة أكادي سترافول سافاري في حديثه لجريدة الاقتصادية الأولى أكد بأن السياحة الصحراوية انتعشت نهاية العام الماضي وبداية السنة الجارية وشهدت حركية كبيرة مقارنة مع السنوات الفارطة وأضف بأن السياحة الداخلية عموماً والصحراوية على وجه الخصوص أضحت رقماً هاماً في معادلة السياحة حيث أصبحت خياراً للجزائريين منذ تفشي فيروس كورونا وفي نفس السياق المرشد السياحي على مستوى الجنوب الغربي محمد ناظور في حديثه لجريدة الاقتصادية الأولى بأن الاهتمام بالقطاع السياحي سيمكن من تحريك الاقتصاد الوطني وتحصيل عائدات ستساهم في خروج البلاد من التبعية لقطاع المحروقات وباقي التفاصيل تجدونها بالصفحة الثانية من الجريدة وفي الصفحة الرابعة كتبت دات الجريدة أن أسعار البيض واللحم البيضاء شهدت ارتفاعاً في الأسعار مقارنة بالسنة الماضية حيث قفز سعر صحيفة البيض ذات الثلاثين حبة من ثلاثمائة دينار جزائري إلى أربعمائة دينار جزائري في حين بلغ سعر الدجاج الحي من مائة وستين دينار جزائري إلى مائتين وستين دينار جزائري لكيلوغرام الواحد وهو ما دفع عبد الحفيد هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية لاستدعاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لتربية الدواج حيث اعتبر هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات والتنسيق بين الطرفين لضبط شعبة الدواج ففي تصريح من رئيس الفيدرالية الوطنية لتربية الدواج للاقتصادية الأولى صرح أن مضمون الاجتماع جاء لاستفسار وزير الفلاحة والتنمية الريفية لتحديد أسباب ارتفاع أسعار البيض واللحم البيضاء قائلا إن هذه الأسعار المرتفعة راجعة لارتفاع تكلفة أسعار مدخلات الانتاج والمواد الأولية الخاصة بالشعبة حيث وصلت تكلفة الصوجة إلى 10500 دينار جزائري لقنطار الواحد وسعر الظرة ما بين 5800 دينار جزائري و6000 دينار جزائري لقنطار وهذا ما تسبب في ارتفاع تكلفة إنتاج الأعلاف التي تدخل في تكلفة الإنتاج بنسبة 70% مع أن أسعار هذه المواد الأولية تتحكم فيها الأسواق العالمية وجريدة المساء كتبت عن التعجيل بالإصلاحات وإعادة النظر في سياسة الدعم حيث يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة فرصة لطرح اقتراحات لبناء اقتصاد وطني قوي ما بين عامي 2022 و2025 شريطة تجنب أخطاء الماضي وخاصة ما تعلق بالنفقات العمومية في مجال الدعم غير المستهدف وعمليات تطهير المؤسسات العمومية المتكررة التي لم نستفد منها سوى ولغرشية خاصة قامت على الربع بما يستدعي إرساء قواعد اقتصاد منتج وأكد مبتول في هذا السياق على ضرورة طرح ملف الدعم الاجتماعي بكل موضوعية لما يشكله من عب على ميزانية الدولة مؤكدا أو مذكرا بأن المبالغ المخصصة للدعم والتي يستفيد منها الجميع دون الستناء بلغت قيمتها 1942 مليار دينار هذا العام بما يمثل 19.7% من الميزانية الإجمالية والتفاصيل تجدونها بصفحة الخامسة من الجريدة وجريدة الشروق عنونت بصفحة الخامسة أنه بعد الانتهاء من التشريعات الجديدة مفاوضات مع 40 ألف رجل أعمال جزائري بالخارج ويقول رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين محمد يزيد ملياني في تصريح للشرق اليومي أنه بصدور قانون الاستثمار الجديد العدد النصوص التطبيقية المنظمة له انتقلت كرة جلب المستثمرين من الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والقطاعات المتداخلة معها والتي هيئت الأرضية التشريعية المناسبة لرجال الأعمال ومنظمات أرباب العمل والصفراء والقناصلة وولاة الجمهورية وستوكل لهؤلاء وفق المتحدث مهمة الدبلوماسية الاقتصادية والترويج لجزائر كوجهة أولى للاستثمار بالمنطقة والتعريف بالمزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار والتحفيزات التي يمنحها سواء للمحليين أو الأجانب وفي ذات الصفحة نقرأ أن إسبانيا تتجه لخسارة صادرات نحو الجزائر بقيمة قد تصل إلى 1.4 مليار يورو بنهاية العام الجاري في ظل الجمود الجاري بين البلدين الذي أعقب تعليق اتفاقية الصداقة وحسن الجوار شهر جوان الماضي مقابل استمرار تدفق الغاز والنفط الجزائري على مدريب في هذا السياق أوضح رئيس نادي التجارة والصناع الجزائري الإسباني في اتصال مع جريدة الشروق اليومي أن التصدير الإسباني نحو الجزائر توقف كليا منذ شهر جوان الماضي وخصوصا قطاع السيراميك أو الخزف وبخصوص أرقام خسائر قطاع التصدير الإسباني التي نشرتها وسائل إعلام إسبانية أشر رئيس نادي إلى أنها تبقى أرقاما غير مضبوطة بشكل نهائي مشيرا إلى أن الصادرات الإسبانية كانت في حدود 2.9 مليار دولار سنويا لكن العام الجاري يتجه إلى صادرات ما بين 1 إلى 1.5 مليار يورو فقط وهي حصيلة السوداسية الأول فقط ونشرت رويترز اليوم أن أسعار النفط قفزت بأكثر من 3% في التعاملات الأسيوية المبكرة يوم الاثنين حيث تدرس أوبك بلاس خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا لتحقيق أكبر خفض منذ الوباء في محاولة لدعم السوق وانتعاشت العقود الآجلة لخام برينت بقيمة 3% إلى 87.65 دولار للبرميل بحلول الساعة الثانية وست دقائق بتوقيت جرينج بعد أن استقرت بنسبة 0.6 يوم الجمعة كما ارتفع غرب خام تيكساس الوسيط بنسبة 3% عند 81.88 دولار للبرميل بعد خسارة الجلسة السابقة بنسبة 2.1% ننتقل إلى جريدة الاقتصادية السعودية حيث كتبت أن محللين نفطيين توقعوا ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري بعد خسائر شهرية وفصلية واسعة وتسجيل أول مكسب أسبوعي بعد أربعة أسابيع من الخسائر المتوالية وأوضح المحللون أن المكاسب المحتملة تعود إلى توقعات قوية بأن يقوم وزراء الطاقة في تحالف أوبك بلاس خلال اجتماعهم الشهرية الأربعاء المقبل بالاتفاق على إجراء تخفيضات إنتاجية جديدة قد تصل إلى مليون برميل يوميا في نوفم تماشيا مع توقعات الركود والتباطئ الاقتصادي العالمية وكالة اقتصاد الشرق نشرت أن التضخم في تركيا تسارع الشهر الماضي إلى مستوى هو الأكبر منذ منتصف 1998 حيث ارتفع بنسبة 83.5% مدفوعا بسياسة البنك المركزي التجربية التي طاردت المستثمرين الأجانب وأدت إلى تآكل القيمة الليرة التركية تأتي هذه القفزة بعد أن شرع محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أغلو في سلسلة من تخفيضات الأسعار الفائدة هذا العام مما جعل تركيا خارج نطاق السلطات النقدية العالمية التشددية التي تستهدف السيطرة على زيادة الأسعار وبهذا الخبر نصل إلى النهاية في أمان الله اشتركوا في القناة